اهلا بكم الى موجز الاخبار من الو تي في قال رئيس المجلس الرئاسي فيز السراج ان ما شجع المشير خليفة حفتر على الهجوم على طرابلس هو ما حصل عليه من دعم وتسليح من بعض الدول حتى توهم ان في مقدوره اشتياح العاصمة خلال ايام واكد السراج خلال لقائه لجنة الاطلاع الاوروبية التي تضم شخصية سياسية وديبلوماسية واكاديمية واعلامية ان الاعتداء على طرابلس محاولة انقلاب ورفض للانتخابات والدولة المدنية مدد مجلس الامن الدولي العمل بقراره القاضي بتمديد حظر توريد الاسلحة الى ليبيا كما صوت المجلس على تمديد تفويد الدول الاعضاء لتفتيش سفن يعتقد انها تنتهك حظر توريد الاسلحة في اعالي البحار قبالة سواحل ليبيا اعلنت السفارة الالمانية لدى ليبيا ان وزير الخارجية الالماني هيكو ماس بحث مع المسؤولين في الامارات العربية المتحدة الوضع في ليبيا وقال سفير الالماني في تغريدة على تويتر ان المانيا تواصل الدعوة لوقف اطلاق النار والعودة الى الحوار السياسي واحترام حظر الاسلحة الى ليبيا وزير الخارجية الالمانية قم بجولة في المنطقة حيث التقى وزير خارجية ايران محمد جواد ضريف في اطار مساعي خفض التوتر في الشرق الاوسط قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان انه بصدد تعزيز نشر قوات الامن بما فيها قوات الدعم السريع لحفظ النظام في البلاد يأتي ذلك وسط نام اعداد المستجبين للعصيان المدني الشامل الذي دخل يومه الثاني والذي يستهدف اجبر المجلس العسكري تسليم السلطة الى هيئة مدنية وفي سياق متصل رحل المجلس الانتقالي ثلاثة من اعضاء الحركة الشعبية الى عاصمة جنوب السودان جوبا بعد اعتقالهم الاسبوع الماضي في الخرطوم قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالك ان الهدف من تصريحات السفير الامريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان هو مساعدة اسرائيل على ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة لها واضف المالك ان على المجتمع الدولي التصدي لهذا الامر والرد عليه سلمت الادارة الذاتية الكردية في سوريا 12 طفلا يتيما من عائلات في تنظيم داعش الى فرنسا واثنين اخرين الى هولندا وترفض فرنسا ودول اخرى استعادت مواطنيها من عناصر داعش المعتقلين لدى الاكراد وافراد عائلاتهم الموجودين في مخيمات يسيطر عليها الاكراد وكانت باريس اعلنت انها ستكتفي على الارجح باعادة الاطفال اليتامة من ابناء المتشددين الفرنسيين القت السلطات الباكستانية القبض على الرئيس الاسبق اصف علي زرداري للتحقيق معه بشأن حسابات مصرفية وغسيل اموال مع شقيقته في ريال تالابور التي تخضع للتحقيق ايضا وقال ناتق باسم المكتب الوطني للمساءلة ان الهيئة المعنية بمكافحة الفساد هي التي قبضت على زرداري وان القرار صادر عن محكمة وليس للحكومة علاقة بالامر ختم الموجز الى اللقاء